تسلم وكيل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري نسخة كتاب كنوز من حضراموت للباحث حسن عمر بحشوان رئيس مؤسسة حضراموت لخدمة التراث واستمع العامري بحضور مدير عامر شؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضراموت المحامي أحمد بحشوان من مؤلف الكتاب لامعلومات عن ما يحتوي من معلومات حول تاريخ الفضة بحضراموت والأسر التي عملت في صناعتها ولها تاريخ طويل وباع عريق إليه من الحال وكذا أهم المناطق الحضرامية المشهورة بهذه الصنعة الوكيل العامري اعتمد طباعة مئة نسخة للكتاب الذي يعتبر من أول الكتب التي تتناول هذه الزوابية من تاريخ حضراموت مؤكدا أن السلطة المحلية تشجع الانتاج الفكري الذي وثق الموروث الثقافي بحضراموت مشيدا بجهود حسن بحشوان بالاهتمام بتاريخ الفضة عبر مؤسسة حضراموت لخدمة التراث ترجمة نانسي قنقر